قبل ما نروح بقى أو ما نروح ايه قبل ما الوقت يروح من نيلة عايز اعرف نقاط الضعف الصور ازهرت دلوقتي بعض النقاط الضعف لمستها على طول نقاط ضعف الوداد اللي ان شاء الله ان شاء الله الاهل يستغلها غدا بشكل جاي بمنتهى البساطة يا كريم نقطة ضعف الكبيرة نقطة ضعف الكبيرة جدا عند الوداد هي رسمية للنادي الاهل بمنتهى البساطة الاهل بإذن الرحمن اذا كان في حالته الطبيعية في حالته الطبيعية وتجهيزه الطبيعي الأهلي يقدر إنه حتى لو حاول الوداد يتلافى نقطة الضعف الكبيرة عنده ألا وهي يلا نبدأ الحركة يلا ما تيجوا نشوف ما تيجوا نشوف يلا التمركزات التمركزات بتاعت التمركزات بصها كريم لما تيجي بص هنا بص كام لعيد كام لعيد من الوداد جوه الـ 18 2 4 6 7 8 على الـ 18 صحيح؟ صحيح ومع ذلك ما فيش ولا لعب من سندونز ممسوك اللي أربعة بتاع سندونز والخامس اللي جاي من بره ولا لعيد ممسوك والدليل إنها لما تتعامل كروس بالعرض اللعيب الأولاني بتاع سندونز هيجليها هتعدي منه هتروح للعيب اللي وراه بدون أي مشارك روح للفريم اللي بعده الراجل القرى هناك ناحية الشمال هتتعامل كروس على الأرض تكمل الفريم اللي بعده الفريم اللي بعده بص الراجل جوه الـ 18 لولا التصدي من يوسف المطيع اللي بالمناسبة بالمناسبة حارس كبير واعد جدا الناس كانت بتتكلم على مباراة سندونز مباراة سندونز اللي أقدم مباراة كبيرة يوسف المطيع من وقت مشاركته بعد إصابة أحمد رجل التكنوتي ليه صدات صعبة صدات إعجازية لكن فهو مش تقلقه مش وليد الصدفة لكن هو ليه قصة كده اللي ما نحكيها بعدين يعني ليه قصة معبرة جدا راجل اجتهد عشان نوصل للمكس فهو حارس قوي جدا وعلى اللعيبة انها تحاول مرة واثنين وثلاثة لأنه حارس ممتاز طيب هنا بلق جدا ان فيه تمام اللعيبة واقفين وفيه اربعة من سندونز الاربعة بتقعوا سندونز ولا واحد منهم ممسوك فهنا اللعبة الاهلي ما تتخضش من انه الوداد بيرجع بالطريقة الدفاعية بيلعب بالستة تلاتة واحد وبتلاقي تمن وتسع لعبين في التلت الأولاني من ملعب الوداد لما بيكون مضغوط عليهم ولا الهوا ولا الهوا موجودين اه تمركزات اه واقفين اه لكن على الارض عندهم مشاكل كتير جدا نهاتل الحال اللي بعديها على طول مش الوقت بص يا كريم فرقة الوداد بالكامل في مباراة وقامل الجيش الملكي في الدوري فرقة الوداد بالكامل تم اللاعبين تسع لاعبين جوه التمنتاشر تسع لاعبين جوه التمنتاشر بص بقى كريم على الكرة دي ادي الفريم الأولاني واحد اتنين تلاتة اربعة من لعبت الجيش الملكي بص الكرة دي كرة وما عندهم مشكلة كبيرة جدا في الكرة الثانية او في الساكند بول لما تيجي تتكلم هنا انه فيه تمال لعبين بص الوداد لابس ابيض تمال لعبين من فرقة الوداد جوه التمنتاشر اربع لعبين من الجيش الملكي ولا لاعب ممسوك ولا لاعب من الاربعة تمال لعبية من الوداد بص كلهم راحوا على الكرة اندفاع غريب جدا يبدو ان هو اندفاع سازق جدا فرقة بحجم الوداد الاندفاع بتاعها اربع لعيبة رايحين على الرجل اللي بيعمل اللي كرة نزلتله كساكن بول على التمنتاشر وسايبين الاربعة لجوه التمنتاشر ولا لعب ممسوك دول لقتين مهمين امام اتنين منافسين كبار سواء الجيش الملكي المغربي او ساندونز في دوري الابطال تمركزات سيئة جدا تمركزات فيها مشاكل كتير جدا على لعبة النادي الاهلي انها تهدى اوه يبقى في زحمة اوه يبقى في تكتلات تحاولوا مرة واثنين وثلاثة لاهلي قادرة على التسجيل في هذه الدفاعات خاصة وهم متكتلين عندهم مشكلة كبيرة جدا قلت لي قبل ما نخش الهوى ان الوداد عنده ازمة من ايام ما كان موسيماني مدرب للنادي الاهلي طبعا الوداد عنده مشكلة كبيرة وانا جايب لك حالتين من هم كتير جايب لك حالتين وهنا استعرض حالتين عشان قطر الوقت الحالة الاولانية من الموسم الحالي من التوقيت الحالي مع فاندن بروكو من قبله جريده فيما يتعلق بالبيلدوب او بناء الهجمة سواء عن طريق يحيا جبران من الخط الخلفي او حتى لما بينزل جلال الداودي او رضا الجاعدي يساعدوه في عملية الخروج بالكرة وعملية البيلدوب عندهم مشكلة دي برضو حالة التمركزات احنا نقلنا لنقطة اللي بعدها دي حالة التمركزات بعد التمركزات عشان الوقت هنروح لي اللعبتين اللي مكررين اللي بيحصلوا في الوداد لحد النهاردة من وقت موسماني موسماني يحسب لهم اول منفطا لها ان الوداد رغم ان عنده لعب الكرة جايدين يحيا جبران العيب ممتاز الدودي لعب ممتاز الجاعدي لعب ممتاز لكن عندهم مشكلة كبيرة جدا لما بتحط عليهم ضغط في التلت المعالي بص هنا عملية الخروج بالكرة لما بتضغط على الوداد من فوق او بنسميه الهاي بريس ضغط العالي من فوق بص يا كريم هاتل الفريم اللي بعده الرجل بترى يضغط رغم انه جاي لهم بعيد جدا ورغم انه كان عنده اريحية وضغط تعالي مش فعال زي اللي بيعملوا النادي الاهلي فكمل الفريم اللي بعده لكن تم كمل فريم كمان فريم كمان 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 الكرة هنا تقطعت بسبب الهاي بريس ضغط راحت بانفراد بربع لاعبين ليه؟ لان مكان قطع الكرة او مكان ما تعمل الهاي بريس عمل الازمة اللي بيعاني منها الوداد مرة واثنين وثلاثة الموشم الحالي لا وليه؟ تعالي اجيب لك الكرة بالزبط اللي اتعملت قطع من عمق الملعب في عملية بناء الهجم سواء بالضغط على يحو جبروان جلال الدودي او حتى لما بيوجود ردك جعدي في وسط الملعب او حتى اي من حسوني في وسط الملعب لما بتعمل عليهم الهاي بريس مشكلة كان افضل لعبتهم وبالمناسبة هو لعب كويس ولعب لكنه ليس باللعب المؤثر بشكل كبير على طريقة الوداد لكن هما شفاء الله وعفاء حايمودي جات له زي ايدة الدودية لكن هو كان مستو دي انه بيعرف يخرج تحت الضغط رغم من التلاتة اللي في وسط الملعب لعب أقوية جدا لكن هو افضل لعب منهم في مباراتاي سانداونز في الخروج بالكرة تحت الضغط نجيب بقى الكرة بتاعت افشا الكرة اللي بعدها على طول الحالة اللي بعدها على طول كمل دي الكرة اللي اتقطعت الموسم بصة كريم نفس الازمة في نفس المكان بالضغط على يحي جبران في قلب وسط الملعب رغم من التلاتة كرة جيد كان ساعتها فطل ليها موسماني وتحسب ليه انه رمع عليه محمد مجدي افشا وده اللي انا متوقعه من مارسيل كولر انه في اوقات من المباراة هيعمل عملية الضغط العالي على خط الدفاع من فوق عشان يغلطهم في التلت الاول وبعدين هيروح للمرحلة التانية في وقت من اوقات المباراة وهو الضغط في وسط الملعب على عملية الخروج بالكرة فهتلاقي اما كهرباء اما كهرباء لو الاهل بيعمل ضغط من منتصف الملعب بيضغط على العيب وسط الملعب اللي هو في الغالب يحي جبران او حتى الداودي او ريدا الجعدي اللي هيبقى موجود فيهم او انه هيرمي عليه حمد فتحي اذا ما اشترك من بداية المباراة فمليون في المية نقطة ضعف كبيرة جدا ثلاث سنين لم توعلك يخل الله يفتح عليك والله ممتع والله يجب والله ممتع بالك